اسم الدرس أتصرف في الأعداد الكسرية أصدح الظر أولاً غرست عائلتنا في حديقة المنزل ثماني شجيرات تفاح وست شجيرات برتقال وسبع شجيرات خوخ وثلاث شجيرات كوروم أكون الأعداد الكسرية الممثلة لكل نوع من الشجيرات المغروسة بالنسبة إلى عدد الأشجار المغروسة الإجابة عدد الأشجار المغروسة الأشجار المغروسة هي ثماني شجيرات تفاح وست شجيرات برتقال وسبع شجيرات خوخ وثلاث شجيرات كوروم عدد الأشجار المغروسة يساوي ثمانية مع ستة مع سبعة مع ثلاثة يساوي 24 شجرة العدد الكسري الممثل لشجيرات التفاح العدد الكسري الممثل لشجيرات التفاح يساوي عدد شجيرات التفاح على العدد الجملي للأشجار المغروسة بالتالي العدد الكسري الممثل لشجيرات البرتقال العدد الكسري الممثل لشجيرات البرتقال يساوي ستة على أربعة وعشرين العدد الكسري الممثل لشجيرات الخوخ العدد الكسري الممثل لشجيرات الخوخ يساوي عدد شجيرات الخوخ على العدد الجملي للأشجار المغروسة بالتالي العدد الكسري الممثل لشجيرات الخوخ يساوي سبعة على أربعة وعشرين العدد الكسري الممثل لشجيرات الكوروم العدد الكسري الممثل لشجيرات الكوروم يساوي عدد شجيرات الكوروم على العدد الجملي للأشجار المغروسة بالتالي العدد الكسري الممثل لشجيرات الكوروم يساوي ثلاثة على أربعة وعشرين أكتبوا الأعداد الكسرية المكونة وأقرأها الإجابة ثمانية على أربعة وعشرين وتقرأ ثمانية على أربعة وعشرين ستة على أربعة وعشرين وتقرأ ستة على أربعة وعشرين سبعة على أربعة وعشرين وتقرأ سبعة على أربعة وعشرين ثلاثة على أربعة وعشرين وتقرأ ثلاثة على أربعة وعشرين أرتب سلسلة الأعداد الكسرية المكونة تصاعديا الإجابة إذا كانت الأعداد الكسرية لها نفس المقام فأصغر عدد كسري هو الذي له أصغر بسط وبالتالي ثلاثة على أربعة وعشرون أصغر من ستة على أربعة وعشرين أصغر من سبعة على أربعة وعشرين أصغر من ثمانية على أربعة وعشرين أوحد لكل عدد كسري كونته ثلاث كتابات كسرية أخرى الإجابة كل عدد كسري يمكن استخراج نفس الكتابات منه إذا ما قمنا بضرب نفس العدد في كل مرة في البسط ثم في المقام أو قسمناهما على نفس العدد ومثال ذلك 8 على 24 يساوي 8 على 2 على 24 على 2 يساوي 4 على 2 على 12 على 2 يساوي 2 على 2 على 6 على 2 يساوي 1 على 3 وبالتالي 8 على 24 يساوي 4 على 12 يساوي 2 على 6 يساوي 1 على 3 6 على 24 يساوي 6 على 2 على 24 على 2 يساوي 3 في 7 على 12 في 7 يساوي 21 في 10 على 84 في 10 يساوي 210 على 840 وبالتالي 6 على 24 يساوي 3 على 12 يساوي 21 على 84 يساوي 210 على 840 7 على 24 يساوي 7 في 2 على 24 في 2 يساوي 14 في 5 على 48 في 5 يساوي 70 على 2 على 240 على 2 يساوي 35 على 120 وبالتالي 7 على 24 يساوي 14 على 48 يساوي 70 على 240 يساوي 35 على 120 3 على 24 يساوي 3 في 2 على 24 في 2 يساوي 6 في 10 على 8 و40 في 10 يساوي 60 على 60 على 480 على 60 يساوي 1 على 8 وبالتالي 3 على 24 يساوي 6 على 48 يساوي 60 على 480 يساوي 1 على 8 أفكك كل عدد كسري كونته إلى مجموعة عددين كسريين أو أكثر الإجابة كل عدد كسري يمكن تفكيكه بتفكيك بصه والمحافظة على مقامه 8 على 24 يساوي 3 على 24 مع 5 على 24 6 على 24 يساوي 2 على 24 مع 2 على 24 مع 2 على 24 7 على 24 يساوي 1 على 24 مع 6 على 24 3 على 24 يساوي 2 على 24 مع 1 على 24 أتعهد مكتسباتي ثانياً شرت السيدة نور 6 ديكا لتر من زيت الزيتون استهلكت منها إلى حد الآن 40 لتر ما العدد الكسري الممثل للكمية المستهلكة بالنسبة إلى كامل الكمية؟ الإجابة الكمية المستهلكة تساوي 40 لتر تساوي 4 ديكا لتر الكمية الكاملة تساوي 6 ديكا لتر بالتالي العدد الكسري الممثل لتر تساوي 4 على 6 أعبر عن العدد الكسري المكون بأربع كتابات كسرية أخرى مختلفة الإجابة 4 على 6 يساوي 4 في 3 على 6 في 3 يساوي 12 على 6 على 18 على 6 يساوي 2 في 7 على 3 في 7 يساوي 14 على 21 وبالتالي 4 على 7 تساوي 12 على 18 تساوي 2 على 3 تساوي 14 على 21 ثالثاً أفكك كل عدد كسري إلى مجموع عددين كسريين أو أكثر 26 على 5 9 على 2 15 على 20 49 على 10 24 على 30 الإجابة 26 على 5 يساوي 20 على 5 مع 6 على 5 9 على 2 يساوي 3 على 2 مع 3 على 2 مع 3 على 2 15 على 20 يساوي 10 على 20 مع 25 29 على 10 يساوي 30 على 10 مع 19 على 10 24 على 30 يساوي 12 على 30 مع 10 على 30 مع 2 على 30